نهار داك التلات اللي داز صيف التول سوي على اساس سوي حقوم شاشية سوي الملي بشات خطوب غد تجيبه قتلى الاستاذ اللي رامشة قتلى اجي على حنان بغيت نعرف خوك راما جاش عدي لحد والتنين والثلاث قتلى لا استاذ راي لحد والثنين اللي اخوي كان مريض في الدار ولكي لتلات قتلى راح نجيبنيه قتلى اللي حجا قتلى راما جاش عندي قتلى شوفي سوي ماما راي الولد مجاش عدي نهارتلي أسميت صغلتني بنت قالت لي يا ماما وش موعد مبشيش نهار ثلاثة قلت لي هلا مشا قلت لي ورا الأستادة قلت لي مجيش عدا نهار ثلاثة وانا نمشي صغلت الأستادة قلت لي هي أصلا نهار الأربعة ملي بشاعدها قلت لي يجيب لي يا ماماك تدري قلت لي شوف لما اجدش ماماك مجيش تلاع علي يبقى كيبوس بها وعنقواده بدك يبكي قلت لي حسيت بالدري مرعوب التابعوا لاتحقية أقلتني قلت لي низ بادور طيبة وقلت لي ، لما BREAKWow لم ترنشوا الناب في Energiebo Delhi قلت لي نكتوا لكم قلت لي لأ استادة انتي ماما اريد مل philosophy ويلو AW أصدّى حقا essas وليس أصeds وليس أصовые اخت وقلت لي겠습니다 قلberت لك الرحمن لا يوجد أي حاجة نهار ثلاثة يوضع قلت بي أنت قلت لي أفضل قلت بي أنت قلت لي أن أفضل يا رحي لم أفضل قلت بي أنت منطفل وموعم يعتقد أنه المال سألا يقول لي أنك افضل وملوك أنت تجول قال لي أفضل وقلت بي أنت له نهار ثلاثة سأريد منه وقلت لي أنت نحظ وإن يعتقد أنه هو أفضل قال لي وحد الخياط اسميته هذا وادك ساعرف اسميه ديالو حي تكيين مصح معه وتيضر معه وتيضر معه وتيوري الفيديوهات في التليفون تيك الفيديوهات الخيبين وادك يشوفهم ولدي شايفه في التليفون ودر معه باشي بشي عدو ملي مش عدو تدري صافي قام بالعملية ديالو قلت تدري علش مشيتي قلي يا مامرة قلي يجي عدين عطاك خمسة لف ريال اجي عدي ولكن انا ما عرفتوش علش بغاني طلقا مع والدينا بغيتو سكيات نوريليكم شارية الولدي سكيات انك الاما بيوم عادي طلقا معاما عرفينايا قلي شوف معد علش مشيتيش عندي شوف ضروري نهار تلات جي ملي مشا دري عندو خلفوا جfish bamr يا يسكي قال لي انه يجد ليه سجيه في حالهم وقال لي خدوا الحيوان فقال لي شوية خدوا الحنوت وقال لي معاد اجد شوف ابتالي تريكمون دخلوا وشوف تريكمون ديالكليما ما نعرف بيسي ولا تلفازة دخلي مالي كان هدر معاه قال لي يا ماما راه دخلني الخيار قال لي يشوف معاد شنا وعدك هذا كلاس قليك في السروال قال لي ماما تلقيت وتيحوا لي يا حشاكم قال يتيحوا لي يا فصل ضيف ديولي قال لك وننظر قطي تشكدير قال لي سكوت ولا نصمك دي الموك واش اختي هذا قانون واش هادي هذا امن اشكري اش غندير معت سيدان ومسني فكرتي و جاءوا وحدين واصلين جاءوا تيهدون و جاءوا يقولوا لي الفلوس وانا كنت ضربوا بطنوبيل ضربوا بيكالة ضربوا موس ضربوا نقول لي يشوف اخويا انا ما في حاليش هاد دريع طي تركتها تكلف بيه وندرك تنازل اي صح ندرك تنازل غير قابله ولكن يمسوا في الجسد دياله ما يمكنش وما تنازلش عليه وما تشتش بلوس على شرف ديال والدي اللي بمسوا فيه خيار ومحترف دياله تشت انا الحدسة ما انا الحدسة اما ما عارفاش رأسي من رجلية وانا كان طلب منكم وكان طلب منكم ومن المسؤولين ومن سيد نيدر ليشي حلو ياخد لي يا ابن عدد سيد حقي حيث انا ما تخطى شي حقي غندي رجاري ما كانت واحدة غير تاكم جوج حيث ولي باري حيث جاتني الخبار هو كين في الحانوت ومشيت ومقاسة من اللي تمشيت اختي حبيانا عموقيش عقل على راسي شنو لبستو لشنو وراجلين يتبعوني يتلقوني انا كنجري بقي سريح بيانا وصولت قال لي واشك مخلي عديش وزع ما عددوشي حاجة ولا هادا قلت لي لا هاجت ما عددوشي حاجة قال لي اختي الله لقيته بشا حيث انا كل قيتون انتخلص بيدي اما نا ما هو مكدبش عليك حيث المخزن ما عطانيش حق حيث المخزن ما دلش معايشي حل ما دلش ختمته انا كان عطارب بيه وكان طلب وكان خرج براسي عريان حيث انا انا كان طلب من سيدنا وكان طلب من سيد الحموشي كان طلب منه يتحرك معي وياخذ لي الحق ديال والدي هاد سيد ضلمني وحك ليه على الكبدة ديالي ومس ليه الشرف ديال والدي انا مكا انا دا بقوم بغيت الفلوس وكنسكوت على تلك القضية نقسم بالليل علي العظيم وفاش ما بغيتوني انا كان عرف الله تبارك وتعالى الى تعرضوا لي الفلوس في الدار ديالي وبغيتون نقول اسمه انا دا بشوفي انا دا بقى اهلا نخرج براسي عريان معاكم حيث انا علاش براسي عريان عشرين عام ونا سكنا في ازمور مكيش نعات فيي بشي حاجة خيبة ورأى الاخوان اللي حاضر البارح دا بسوغلوا البراني لاللي عرفني ولا اللي ما عرفنيش كل شي سندني البارح البارح انا بقيت كان كيكي يجو عدي الناس كيقولوا لي يا حشو ما شدتي الفلوس واخرشت انا خدمة راجلك واش هادي الناس كي سوموني بيها هما كيقولوا محنا بعنا الدار والدار شارينا بخمسة ووربعين مليون وبعناها الفلانة بعناها بقل تامان واخضاتها من عندهم وعطوها للمخزن قال لي حيث انا اصلا جابوا لي الفلوس ولكن انا مبغيش فلوس انا عايشة داكشي لقسم الله راجلي موضاف بسيط انتو ما عارف المي هنا وعارف الكوشي عارفينه ماشينا غنشرح ليكم ما شنو هالطريطة هادي هادي انا فييا ميشت فلوس انسكت ولكن هاداك شوفوا سكت انا عدي النفس ديالي حيث باش سقط لخبار ديال والدي اديتو السبيطر هنا للطبيب هنا قال لي يا اختي انا ما عدي ما نديرلك غادت بشي قال لي يا اختي غتديه الكوميسارية قلت لي انا زعمك يا دكتور بغيتك غتشوفوا لما كانت شي حاجب ليش ما نكبر الموضوع انشان قال لي يا اختي قووو وده علي باب الطبيب اول ديه اول الطبيب اشنو كين قي يغتشي والدك تضيه الكوميسارية ووركبت معي تسعود انس بشيد الكوميسارية عاد راجلي والصونت الي بدين يفول بشي الفات عدي قال لي يه مالك قال لي يه مالك قال لي يه مالك قال لي والوحيت عرفة راجلي انا يم عاصة عرفة راجلي ما انصبرش على ولاده ولا امراته ولا ولا علا عائلته مبغيتوش بتشير تعريبش جريمه هازمو كاط عرجلها هاز عائلته كلها هزة وهاز هازو هاز وولاده وستريطة وهاز ما اللي غنطحي بولديو ومزيد تضحي يا راجلي فان غنب شي انا غير والدي ما عطوش حق قلقا قا يهزوني انا ويزوا عائلتي ويززونيهم ولي قطعونه صحيبة الله انا بغى اتغرف اهمية الامن واشو ما قايش واشو هاد السلطة ما كايناش انا اغانو خرج محمق انا حاولت جاوني هنا وجاوني وشو عدراجة تلخدمة كين انشهود تماق لا بغى وشو هدو كين انشهود بشو عدراجة كي يهدوا بالفلوس تلتم قدام الكوميسارية اختي واشو اضحق الناس اللي واصلونه معقول عليهم الدولة بشو تلتموا كي اعترضوا على الفلوس وارضوا عليه فلوس قدام الكوميسارية ما بغى اتجاد نحسي تسمعلي يوم ما تخضعش ريالحاق ديالي بغى اتجاد يعرف علياش وبغى اتنعرف الحاق ديالي ودي الولده لياش وولده تمسو الشرف وعيبط له ما تخضعش ريالحاق